يعني أنا بصراحة أعتبر بعض القرارات اللي إذا تتخذها الدولة بالأنترنت تعتبرها قلة احترام إلنا وقلة احترام للحريات همية بنفس الوقت يو ماكوهيش يا أخي يسد عليك النتسبوع لأنه قطالي بدأ يمتحن بالرحلة الفلانية وانت يارا يتسبوعك لثة سابيع ضايقين مر يعني يجوزك وناس عندهم شغل يا أخي انت هني صار شي واقعي واقعي يتمنى نسد علي أنترنت التدمرته هنان زيان هسه تجي ست برنامج كامل بي ملايين المستخدمين ترى هدول المستخدمين بشر يعني أشخاص عندهم أشغال والله قسم بالله أنا أعرف ناس مصدر رزقهم التليقرام حيثهم قنوات يبيعون جملة والتجار مسوينهم قنوات دولة راحوا كلهم من عنده فجأة زيان ما عنده أرقامهم انت جيت وستديت هذا هي شو قطاعة رزقه زي شنو يا قلة الاحترام هذي يا أخي يا جهات يا مختصر أجان أكو سابق ندار أكو فد معلومات مسبقه أكو فد حلول ما كوش شي تجو وستد عليها رزقه وستد عليها أشياء وبدون بدون بدون أي إعاز بدون كل شي جهائي سديت عليكم تليقرام يلا باباتي طلع برايا شون السالفة تعسك يش بي بيتي دات تطردنا من الغرفة يعني يلا لعي طلع الغرفة شون السالفة ما كوش زيان الناس عندهم شغول ناس عندهم أمور يا أخي احترموا البشاري احترموا الكانات الحية في دول قلبكم رحمة اليحقوب زيان الرحمة للسندبات احترموا ما كو معتبرين المواطن اللي بدأ انت منيتيج شي مو مواطن يعني فراء يأخذوا لهي قرار فجأة يلا يسكت باباتي فرجعونا التليقرام في دول قلبكم رجعونا التليقرام رجعونا بيشغلنا بيامورنا في مشاعلكم ولا يعني اترموا دقا هاي تقعدوا عندهم تلقى برنامج كامل مزدود زيانو البرامج كدها ما تخترق الأمن القومي إلا التليقرام قول لكم قناة بالتليقرام مو زياني شده جا سدنا نعمل شدنا علاقة